موسيقى القوات الامنية تحرر منطقة الشقق السكنية وسدت الفلوجة من سيطرة داعش وتواصل تقدمها بحذر باتجاه مركز المدينة العبادي أشكل لجنتين لحماية نزحية الفلوجة والتحقيق بشأن الانتهاكات والجهور يتعلم راعات حقوق الإنسان في عملية تحرير المدينة موسيقى حكومة بغداد تعتزم إقرار مسودة تشريع رسوم الخدمة على أصحاب المولدات الأهلية والموانئ تؤجل العمل بتعرفة العوائد إلى نهاية حزيران موسيقى الحدائق والمتنزهات قبلة للعائلات الكركوكية بعد ساعة الصيام وجلسات شبابية تعزز واحدة وتلاحم مكونات المحافظة موسيقى نشر أخباري مفصلة من المدى أهلا بكم تمكنت القوات الامنية من تحرير منطقة تحرير منطقة الشقق السكنية جنوب الفلوجة ورفع العالم العراقي فوق مبانيها بعد عملية نوعية انطلقت صباح اليوم قائد الشرطة لسحادية الفريق رأى جودة أوضح أن القوات الامنية تمكنت أيضا خلال العملية من تحرير سد الفلوجة جنوب المدينة الأفتان لأن قواته تواصل تقدمها نحو الأهداف المرسومة الأخرى ضمن مركز المدينة من جانبها ذكرت خلية الأعلام الحربية في بيان لها أن قطعة فرقة المشاة السابع عشرة حررت قرى الزعانثة والديبان والعطر وسيطرت على جسر عباس جميل كما تمكنت القوات الامنية من تحرير منطقتين الجفة الأولى والثانية والقرية العصرية بعض الشباكات مع عناصر داعش تكبد خلالها خسائر كبيرة مصادر عسكرية أكدت أن العملية جاءت بعد فتح مبرات آمنة أخلي منها أكثر من ألف شخص بين النساء وأطفال استكمالا لعمليات تحرير المناطق الغربية لمدينة الفلوجة تمكنت جيش العراقي خلال عملية عسكرية واسعة النطاق من تحرير منطقتين الجفة الأولى والثانية والقرية العصرية بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الذي تكبد خلالها خسائر كبيرة في الساعة الستمية باشرة القطاعات بالهجوم والتحرير وتطهير المنطقة الشفة الأولى والثانية والمنطقة العصرية وصولا إلى ضفاف نهر الفرات وتم تطهير وتأمين الطريق الرابط بين مركز الرمادي إلى عامرية الفلوجة عملية تحرير هذه المناطق والقرى جاءت بعد فتح منافذ أمنة تم خلالها إخلاء أكثر من ألف شخص بينهم نساء وأطفال كانوا محاصرين داخل هذه المناطق في ظل الهجمات الانتحارية التي شنها تنظيم داعش والعوائق التي وضعها من عبوات ناسفة وعمليات القنص تم نقل النازحين من منطقة المحررة إلى عامرية الفلوجة وتسليمهم للجنة بأمان تكفلت بها استخبارات فرقة المشاة الآلية الثامنة وتم نقلهم بأمان وتسليمهم للجنة معاجة عن طريق عبوات العواقع التي يواجهنا حاليا هي عبوات ناسفة أو قناص كمواجهة فعلية ماك وبالتزامن مع التأكيدات التي أعطتها القيادات العسكرية بأن اليومين المقبلين ستشهد تحرير الفلوجة بالكامل تتواصل القطاعات العسكرية بالتقدم نحو مركز المدينة من جهتها الأربعة وتضييق الخناق على المسلحين الذين باتوا منكسرين ويعانون الانهيارات الكبيرة في ظل الانتصارات التي تحققها عليهم القوات المشتركة وبالتزامن مع ذلك فقد أعلنت خلية العالم الحاربي تقدم القوات المشتركة سوب مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الخلية أكد في بيان لها أن القوات العملية تتقدم باتجاه منطقة الهيتاوين الهيتاويين جنوب شرق الفلوجة ومضيفا أن القطاعات العسكرية تقدمت في وقت سابق عبر ثلاثة محاور المحور الجنوبي لجهاز مكافحة الإرهاب حيث تتقدم باتجاه الشهداء الأولى والمحور الشرقي من جنوب جسر الموظفين باتجاه المعارض تتقدم فيها قطعات عمليات بغداد ومن محور جنوب غرب الفلوجة يتم التقدم باتجاه الفلاحات والصبيحات يأتي هذا فيما شن الطائرات أفستة عشر العراقية ضربات جوية على عدد من مواقع تنظيم داعش الفلوجة بيان لخلية الأعلام الحربي أوضح أن الضربات الجوية تم تفق معلومات من جهاز الأمن الوطني وبينا أن الضربات تنفذات قرب منطقة الشقق السكنية ما أسفر عن تدمير تجمع لداعش وقتل العشرات من عناصر التنظيم هذا وأعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تشكيل لجنتين لمتابعة الجانب الأنساني وحماية المدنيين النازحين من مدينة الفلوجة التحقيق في الإدعاءات التي تثار حول النازحين العبادي أكد في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء عملية تحرير الفلوجة مستمرة بالقوة العظيمة نفسها ووفق الخطة المرسومة فيما أشار إلى انهيار داعش أمام ضربات القوات العراقية وتكرى البيان أن العبادي استعرض خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء العطيادية تطورات عملية تحرير الفلوجة والانتصارات المتحققة لتحرير مناطق عديدة ومساحات واسعة من الأراضي إلى جانب التوجه لتحرير محافظة نينوان من جانبه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى مراعاة حقوق الإنسان في عمليات تحرير مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها بيان للمكتب الجبوري أوضح أن رئيس مجلس النواب دعا خلال استقباله وفدا من قيادة قوات الشرطة الاتحادية إلى بادلي إلى بادلي واستحضار مزيد من الحرص على أرواح الأبرياء خصوصا أولئك الذين يحتجزهم تنديم داعش واتخذهم دروعا بشرية مشددا على ضرورة مراعاة قواعد وسلوك الحفاظ على حقوق الإنسان خلال عملية التحرير وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت ارتفاع أعداد النازحين من الفلوجة والسقلوية إلى 6094 أسرة تم إسكانهم في مخيمات عملية الفلوجة والخالدية والمدينة السياحية في الحبانية فضلا عن مخيمات بزابس وذكر مدير فرع الوزارة في الأنبار محمد رشيد في بيان له أن الوزارة أزعط للأسرة النازحة حال دخولها للمخيمات مساعدات إغاثية منها الغذائية والعينية ومواد طبية كما وزعت مستلزمات أخرى لهم مبينا أنه تم توزيع مساعدات إغاثية أخرى للأسرة النازحة من قبل منظمة الهجرة الدولية هذا وأكد عدد من المواطنين النازحين من الفلوجة أن المئات من أبنائهم الشباب لا يزالون محتجزين إذا فصائل بالحجد الشعبي في مناطق متفرقة منها عمرية الفلوجة كما طالب الحكومة المركزية والمحلية بالإسراع في إجراء التحقيقات معهم والتأكد من موقفهم وإطلاق سراحهم سلمنا في سنة منطقة الشهداء فأخذوا كبار السن وين نساء وظلت الشباب الشباب بحدهم أخذوهم إلى كل من أخذوا أخذونا المعسكر طارق بعدين بيتوني بعدين أخذونا الرزاق للرزاق للبزيبز أخذوا للبزيبز ومن البزيبز جابونا سعب ثنتينها أخذوا ولدنا أي من يوم الجمعة لحد الآن قصتهم تقسيمات متفرقة اللي راح كمجهول واللي هنا بقى بالمشاعة جابو دقوهم حاسبة تلقيه لأن هذا واجب وطني من دقوهم حاسبة الحاسبة من تات الحاسبة قالوا سلمونا الأهله لحد الآن أي من يوم السبيل الجمعة لحد الآن هم داقين حاسبة قبل خمس أيام وصلنا لهذا المكان لكن نصف وليدنا موقف طلعنا من نصف قلاوية اتجاهنا على الشهاداء الثانية واستقبلنا الحش للشعب والله استقبال صحيح حفاة وهالبسيل ما أكمل استقبال لأنه صحيح قدم ووصل للنساء بأمان ووصلنا إحنا الكبار بأمان لكن ولدنا اغدروا بلدنا اغدروا بلدنا والدنا اللي تفجر روح شوفوهم انت التقو بيهم شوفوهم حتى في سبيل يعني يثبت الحج روح شوفوهم كسرين يعني أكثر من نصف ما أكمل أنا أدريهم من من ضمنهم أنا واحد منهم هذا ويعاني الألاف من النازحين في مخيم عمرية الفلوجة من نقص كبير في أعداد الخيام وغياب المستلزمات الطبية تضلا عن نقص في الماء والغذاء في الوقت الذي طالبوا فيه الحكومة المركزية والمحلية والمنظمات الدولية بتوفير مخيمات جيدة لا تثقر الخدمات وإبعادهم عن الصراعات السياسية العائلات النازحة في هذا المكان تشير وتؤكد إلى افتقار الخدمات على مستوى الطاقة الكهربائية وإضافة إلى جميع المستلزمات الصحية والطبية والإنسانية وأيضا المأكل والمشرب خصوصا هم يعيشون في شهر رمضان ويحتاجون في هذا الشهر شهر الصيام إلى المياه الباردة والمأكل والمشرب لكن كما تشاهدون بالصورة إلى هذه المخيمات وهذه الصورة الحية لحياة المازحين في هذا المخيم نناشد الحكومة المحلية ونناشد الحكومة المركزية على أهالي الأنبار هذا المخيم أن يدعمونهم الجو حار وشهر رمضان هذا شهر فضيل لا مبردات لا مولدات لا كهرباء لا شيء فأريد يوفرونهم من الحكومة المركزية ومن الحكومة المحلية أن يوفرون للناس ولهلهم وشيء أن طلعا من شيء معساة شيء لا حول ولا قوة اللي كان تحت ظلم داعش أكثر من خمسة آلاف نسمة تسكن هذا المخيم الجديد في عامرية الفلوجة نزحوا من قضاء السقلاوية والفلوجة ومناطق متفرقة أخرى يعانون نقصا في عداد المخيمات وغيابا للعقاقير الطبية التي يحتاجها الأطفال والمصابون بالأمراض المزمنة هذه التحضيرات لا ترقى لمستوى ما رأيناه أكو عوائل ثلاث عوائل في خيمة واحدة أكو أربع عوائل في خيمة واحدة أكو عوائل صار خمسة أيام أو ستة أيام خارج الخيم أكو عوائل محتاجة إلى دواء محتاجة إلى خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة أطفال كذلك محتاجين إلى رعاية خاصة صالنا ست يام قايرا نطلنا مرة واحدة اليوم ونطلنا كلد واشيق ونطلنا سيد جداري لا أكل يوم يا باتر ونطلنا القصاصات نجي ثاني يوم على باتر وهي صارنا ستة أيام كل شيء ماكو غير هل سنطلتون هل علاقة القذائية النازحون من مناطق المعارك مع تنظيم داعش يطالبون الحكومة المحلية والمركزية إضافة إلى جهود الدولية في احتوائهم داخل مخيمات لا تفتقر لنقص الخدمات وأن يكونوا بعيدين عن موطن الصراع السياسي من داخل مخيم عامرية الفلوجة ياسر الحطاب قناة المدى هذا ويسعى سياسيون إلى استغلال الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة في معارك الفلوجة لتغطية على إخفقاتهم وتمرير صفقات الفساد كما يرى بعض المراقبين أن السياسيين ونتيجة لعدم تحقيقهم أي منجز على الأرض يسعون إلى استثمار الأزمات التي تمر بها البلاد خدمة لصالحهما استغلال السياسيين لزمام معركة الفلوجة الشرسة التي يخوضها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش لتمرير الصفقات الخاصة بهم والتي تنصب في وعاء الفساد أرجع البعض أسبابه لعجز القضاء عن ملاحقة هؤلاء السياسيين الذين يستثمرون الأزمات التي تمر بها البلاد لخدمة مصالحهم للأسف يحاول البعض من السياسيين استغلال موضوع معركة الفلوجة لأجل تمرير أهداف خاصة بهم وهذه الأهداف تنصب في نفس الهدف الأساسي وهو الفساد وللأسف الشديد والأسف الشديد والأسف المكعب أن القضاء لا شأن له في هذا الموضوع حصر الجهود السياسية في نطاق واحد متمثل في معركة الفلوجة جاء نتيجة ضعف الأمكانات في تحقيق أي منجز على أرض الواقع بينها المضي في التغيير الوزاري والإصلاحات التي يطالب بها المواطن المسؤولين المتنفذين الغير قادرين اللي هم لا يستطيعون تقديم منجز ينحصر بزاوية معينة ويختلق أي ذريعة ويفتش عن أي حجة كي يبرر فشلة وتقاعسة وتراجعها عن المضي في طريق الإصلاح الجانب السياسي أخذ الأمور المسيزة أي أن البرنامج عطلة برنامج الإصلاح لم يأتي بنتائج لحد الآن أصبحت النتائج صعبة على الشعب العراقي عدم مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد من قبل السياسيين مؤشر يدل على إفلاس قوى السلطة وفقدانها القدرة على تنفيذ الإصلاح الذي لا يمكن أن يرى النور في ظل استمرار نظام المحاصصة الذي يهدف إلى تقاسم السلطة بين الأحزاب من بغداد سراق خالد قناة المدى في الموصل أعلن قائد عمليات نينا واللواء نجم عبدالله الجبوري تحرير أحد القرى التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل من سيطرة تنظيم داعش الجبوري أشار إلى أن قوى أمنية تمكنت من تحري جميع المسلحين في قرية خرب الشمام وتفجير ثماني عجلات مفخخة لهم مبينا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من فتح ممرات آمنة لخروج العائلات القاطنة داخل القرية بعد سيطرة عليها وإجلائهم إلى مناطق آمنة وعلى الصعيدة نفسها فقد أعلنت خلية الأعلام الحربي تحرير قرية النصر جنوب الموصل خلال عملية أمنية نفذتها قوى من الجيش مؤكدة أن القطعة العسكرية تتقدم باتجاه قرية أصلاحية لتحريرها من جانبه كشف عضو مجلس محافظة نينا وغزوان داودي جاهزية الخطة المدنية الخاصة بإخلاء المدنيين حال انطلاق عمليات تحرير الموصل وأوضح داوود أنه تم تخصيص مبالغ تنمية الأقاليم لإغاثة العائلات التي سيتم إخراجه من المدينة مبينا أن أكثر من 700 مدني نزح خلال عمليات تحرير مناطق جنوب الموصل إلى ذلك دمرت القوات الأمنية خمسة أوكار تابعة لتنظيم داعش غربي مدينة السمراء وقتلت من فيها قائد الشرطة الاتحادية الفريق رأد جودة أشار إلى أن قواتها دمرت هذه الأوكار بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة لافتان إلى أن العملية أسفرت أيضا عن العثور على أسلحة وعبوات ناسفة كان يستقلمها الإرهابيون لشم عملياتهما في المحافظة وعلى صعيد متصل فككت القوات الأمنية خمسة عشر عبوة ناسفة خلال عمليات تطهير مناطق طيبيجة والشيخ محمد وعصيلة وعثة والأملح وتلسطيح غربي سمراء شدد وزير الدفاع خالد العبيدي خلال رقائه بوجهه وشيوخ عشائر صلاح الدين على ضرورة العمل أجاد لعدم تكرار ما حصل من احتلال من قبل داعش قبل عامين ومشيوخ العشائر فقد تعهدوا بعدم إعطاء الفرصة لأي تنظيم إرهابي لدخول المحافظة من جديد مؤكدين أن عملهم الدؤوب لعودة الحياة والروح للمدن كافة عدم تكرار ما حصل في محافظة صلاح الدين وباقي المحافظات التي اقتحمها مسلاح داعش في العاشر من حزيران عام 2014 كان في طليعة التحذيرات التي أشار إليها وزير الدفاع خلال اجتماعه بوجه عشائر المحافظة في وقت أكد فيه مجلس المحافظة على ضرورة تعاون الأهالي وأبناء العشائر في ثمراء وتكريت وباقي المدن مع القوات الأمنية للحفاظ على الأمن وعادت الروح مرة أخرى لأحياء المدينة لازم يكون هناك تعاون من قبل وجه العشائر الموجودين في صلاح الدين اليوم موضوع الأمن هو مسؤولية الجميع مسؤولية المواطن في المحافظة مسؤولية كل الموجودين في الحفاظ على هذه الأشياء وجهاء عشائر المحافظة بدورهم تعاهدوا بعدم إعطاء الفرصة لأي تنظيم إرهابي للدخول إلى المدينة وإن المساميات وصيلة القرابة لن تكون الشافع لأي جهة تثبت أدانتها بالعمليات الإرهابية نتأخذنا إجراءات حماية المدينة وتحالفنا مع العشائر وتعاهدنا أنه الإرهابي ما ظلت المكانة في المحافظة حتى بالعشيرة ماله وحتى بالبيت ولعل الحفاظ على المناطق التي شهدت عودة الأهالي إليها بعد تحريرها من تطوي داعش ما زالت تحتاج إلى جهد استخباراتي دقيق وتعاون جميع الأطراف في المدينة سيام المواطن لكشف أي حالة ترويج لعادة الإرهاب للمدن المحررة من صلاح الدين منير الجبوري المدى أقد مجلوس الوزراء جلسة العطيادية اليوم الثلاثة بنصاب كامل وبحضور الوزراء الكورد بعد أن علقوا مشاركتهم إثر الخلاف على اقتحام المتظاهرين للبرلمان في ثلاثين من نيسان المواضي وذكر بيان للرئاسة الوزراء أن الجلسة وقيدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدا العبادي وبحضور وزراء المالية هوشير زيباري والتقافة والسياحة والآثار في رياد راوندوز ووزير الهجرة والمهاجرين جاسم محمد يتمكن بذلك مجلس الوزراء من إكمال نصابه وعقد جلسته التي تتضمن المناقش والتسويت على عدد من الملفات هذا ووفق مجلس الوزراء خلال جلسته على إطلاق مستحقات المقاولين من خلال إزار صندات الخزينة وبنسبة 50% من مجمل مستحقاتهم كدفع أولى وفق نسب الإنجاز وقال المكتب الأعلامي لرئيس الوزراء أن المجلس اطلع خلال جلسته على تقرير تنفيذ الموازنة للفصل الأول لعام 2016 للإيرادات والمصروفات الجارية والاستثمارية ورفعه إلى مجلس النواب مضيفا أن المجلس قرر رفع إشارة عدم التصرف الموضوع على أملاك الكويتيين العقارية شريطة عدم وجود مانع قضائية لقاء رفع الحج عن أملاك العراقيين العقارية وأكد مجلس الوزراء تأمين حصة مائية عادلة لإنعاش الأهوار في ضوء حملة إدراجها ضمن لأحط التراث العالمية هذا واستبعد مجلس النواب وجود بوادر لعقد جلسة استثنائية لمناقشة أوضاع مدينتي الفلوجة والموصلة مقرر البرلمان عماد يخنى بيّن أن هناك متابعة من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية للعمليات العسكرية لهذه المدينتين وكذلك اللجان النيابية الأخرى المتعلقة بالعمليات والنازحين مضيفا أن مجلس النواب سينهي عطلتها التشراعية في الأول من شهر تموز وبعدها سيتم عقد الجلسة وضف يخنى نصدر المحكمة الاتحادية قرارها قبل انتهاء العطلة التشراعية سيعطي إمكانية لعقد الجلسة قبل العيد يبدو أن تكرار تأجيل النظر بدعاوة طعون لجلستي البرلمان التي انعقدتها في نيسان المواضي من قبل المحكمة الاتحادية هو من أجل انتظار حل سياسي للأزمة بعيدا عن قراراتها المحكمة الاتحادية وبعد تأجيلها النظر بالطعون إلى السادس من السادس والعشرين من الشهر الحالي لا تزال تعول على المحادثات السياسية التي تحسم قبل انتهاء العطلة التشراعية تراهن المحكمة الاتحادية على الحل السياسي للأزمة البرلمانية وتجنب البت بدعاوة طعون المقدمة لها في جلستين البرلمان التي عقدتها في نيسان الماضي بعدما أرجأت للمرة الثالثة على التوالي النظر بهذه الطعون إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري أعتقد رأيين عنده رأي تبطأ بالقرار لحين يكون توافق سياسي بالبرلمان والموضوع الثاني هو الخبراء خبراء الأفلام الأقراصة التي أعطت لي لجنة الخبراء أعتقد أن هذا تمحيص وتدقيق أكثر ما يمكن لأظهره المحكمة هذا هو اللي أخرى المحكمة ولم تكتفي المحكمة بالتقرير الذي أعدته لجنة الخبراء الإعلاميين المشكلة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بل شكلت لجنة خماسية جديدة طالبت بإمهالها حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي لتقديم تقريرها النهائي ولأن المحكمة الاتحادية اغتنعت بأن التقرير لم يكن مهني وكان مسيس فقامت بهدر هذا التقرير واختيار هيئة خبراء جديدة ونحن مستمرين في متأبعة هذه القضية وحضور نواب المكثف اللي ما يقل عن عشرين نائب في كل جلسة يحضر هذا دليل على قناعتنا وقضيتنا وتواصلنا إلى أن تحسم وتعول المحكمة الاتحادية على المحادثات الجارية بين الكتل السياسية لحلحلة جميع إشكالياتها قبل استئناف عمل مجلس النواب بداية شهر تموز المقبل والدخل في جلسة مشتركة المحكمة الاتحادية تراقب الأداء السياسي للكتل السياسية وأغلب الكتل السياسية اليوم حتى الفريقان فريق المعارضة وفريق الذي يمثل رئاسة مجلس النواب اليوم الفريقان بحالة حراك سياسي والمحكمة بانتظار حلول سياسية باعتبار أن ما قدم للمحكمة لا يكفي لاتخاذ قرار أو المحكمة لحد الآن غير مقتنعة بما قدم الطرفان وينتظر الخبراء الخمسة الجدد منحهم الموافقة للقيام بزيارة مواقع الكشف في مجلس النواب دون تدخل أي من أطراف الدعوة بجهدهم على أمل أن يقدموا تقريرهم النهائي خلال الفترة القليلة المقبلة من بغداد محمد صباح المدى هذا ودع التحارف الوطني المحكمة الاتحادية لحسم قضية البرلمان بشأن جلسته المنعقدتين في نيسان الماضي كون وضع البلد لا يحتمل كثيرا ووضح النائب عن التحالف خالد الأسدين المحكمة الاتحادية ينبغي أن تحسم أمرها سريعا بقضية مجلس النواب لأن الوضع في البلد لا يحتمل وبالتالي ينبغي أن تكون الجلسات القادمة للمحكمة حاسمة لهذه المسألة مطالبا المحكمة الاتحادية مراعاة جانب العدالة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق حالة من الثوازن في مسار العملية الدستورية في البلد كما أكد النائب عن جبهة الإصلاح محمد السيهود أن رئيس البرلمان سليم الجبوري يقف عقب أمام تحقيق الإصلاحات مشيرا لأن رؤساء الكتلة السياسية تركت المصلحة العامة للبلد وتمسكت بمصالحها الشخصية وأوضح السيهود أن الحركة الإصلاحية التي قامت بها الجبهة جاءت لتغيير المسار السياسي الخاطئ دعيا أعضاء البرلمان إلى عدم الانصياع لرؤساء الكتلة السياسية مشيرا إلى أن انصياع مواب لرؤساء الكتلة السياسية أخذ البلاد إلى ترسيخ نظام ومبدأ المحاصصة هذا وأشد زعيم التيار الصدرية السيد مقتدى الصدر بالتيار المدني وإصرار على التظاهر فيما أكد أنه لا يرضى أن تكون تظاهرات تيارية فقط بيان لمكتب الصدر أو ضحن التظاهرات التي يخرج بها المواطنون لا تخص بأبناء التيار الصدري إنما تشمل جميع أبناء الشعب مبينا أن وجود التيار الصدري بالعدد الأكبر في التظاهرات لا يعني أنه المتواجد الوحيد فيها هذا وأكد قائد عمليات الرافدين على إبراهيم تشكيل لجان مشتركة مع شيوخ العشائر لحل النزاعات العشائرية في المحافظة من أجل استثباب الأمن فيها كما دعى إبراهيم المتظاهرين من الأحزاب إلى رفع دعاوة قضائية بحق كل من شارك في الاعتداء على مقرات الأحزاب السياسية في المحافظة تم عقد مؤتمر موسع مع شيوخ وعشائر محافظة ميسان لتداول الوضع الأمني وإسناد القوات الأمنية في الوضع الراهن وتم الاتفاق والخروج بمقرارات تشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية في محافظة ميسان حقيقة هناك ناس مندسين تم التجاوز على مكاتب الأحزاب وتم استدعاء أهلاء أهالي المكاتب المسؤولين على المكاتب ليقيموا دعوة على المسيئين ويقدمون الأسماء هذا وأكدت كتلة الإصلاح في مجلس الأنبار أنها تنتظر إدعاءات رئيس المجلس صباح كرحوت على أجوبة خلال استجوابه بالأوراق ثبوتية وشيرة إلى أنه في حال عدم اقتناعه بالأجوبة فأنها ستقوم بإعفائه من منصبه وقال عضو الكتلة عبدال الفهداوي أن كتلة الإصلاح في مجلس الأنبار أكملت استجواب برئيس المجلس صباح كرحوت وبدأت بتقييم الاستجواب بناء على الأجوبة التي قالها وأضاف الفهداوي أن اللجنة أعطت مهلة أسبوع واحد لجلب تلك الأوراق لأن هناك الكثير من الأسئلة تحتاج إلى أدلة وكتب موثقة أعلنت هيئة نزهة حباطة محاولة لسرقة أكثر من مليار دينار من مصرف الرشيد الحكومي مؤكدة ضبط المتهم الذي حاول سرقة المبلغ عبر سكين مزورين بيان الهيئة أوضح أن فريق عمل تابع لهيئة النزاهة تمكن من إحباط محاولة لسرقة مبلغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليون دينار من مصرف الرشيد الحكومي مبينا من تفاصيل عملية الضبط تمت بموجب أمر قضائي حول محاولة المتهم الرئيس الاستحواذ على المبلغ المذكور عن طريق تأشير إداعات وهمية في حساب البطاقة الذكية تسعى حكومة بغداد المحلية إلى إقرار مسودة تشريع رسوم الخدمة على أصحاب المولدات الأهلية ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأنبير وبالتالي يزيد من أعباء المواطنين المعنيون في الحكومة المحلية أشاروا لأن هذا المشروع سيكون له دور في تعظيم الإيرادات الحكومية لتخطى الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسات الدولة حكومة بغداد المحلية وخلال جلستها الإسبوعية تضيف على جدول أعمالها مسودة تشريع رسوم الخدمة على أصحاب المولدات الكهربائية رسم وبحسب المعنيين لن يصب في صالح المواطن وسيكون مردوده السلبي واضحان عليه مع اجتداد الحر وارتفاع وطيرة التقشف وضعف المردودات الاقتصادية للبلد نحن في لجنة الطاقة ذكرنا في هذا الملف بأن المتضرر الأكبر من القرارات هو المواطن وخصوصا فيما يخص موضوع المولدات في قضية الجبائية على اعتبار أنه كلما كانت هناك جبائية أكثر كان هناك زيادة في الأسعار أنا طلبت اليوم من مجلس محافظة بغداد أن يؤجل هذا الموضوع إلى ما بعد الشهر التاسع ليكون لدينا متسع من الوقت لدراسة ومناقشة ومتابعة مثل هذا الموضوع ليتم انضاجه وانجاحه بشكل كامل آخرون أشاروا إلى أن هذا المشروع سيكون له دور في تعظيم الإيرادات الحكومية وتخطيها للأزمة المالية التي تعانيها أغلب المؤسسات والدوائر الحكومية وكل ذلك طبعا يأتي على حساب المواطن البسيط الذي يبحث عن أسباب المعيشة في بلد يعاني الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية مجلس محافظة بغداد اليوم لديه مجموعة من الأجندة المهمة التي تخدم أهالي بغداد ومنضمنها مسودة تشريع لجباية المولدات وهذا طبعا تشريع محلي عن طريق الحكومة المحلية وإن شاء الله ينطلق هذا التشريع حتى يكون إلى دور إيجابي في عملية جباية في جانب تعظيم الموارد وكذلك أيضا في متابعة أصحاب المولدات جملة من الإيرادات وبحسب المختصين تجبأ من قبل حكومة بغداد لكنها في الوقت نفسه لا تذهب إلى خدمة المحافظة بل تذهب إلى محافظات أخرى لتقليل العز المالي الذي تجابه من بغداد حاتم المدى أعلنت الموانئ العراقية تأجيل العمل بتعرفة العوائد إلى الخامس والعشرين من حزيران الجاري وأوضح مسؤول الموانئ أن مارس صافي أن الشركة العامة للموانئ العراقية قرر تأجيل العمل بجرول تعرفة العوائد والأجور إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري مبينا أن الشركة كانت قد أعلنت عن عزمها تطبيق قائمة جديدة لتعرفة العوائد والأجور لعام 2016 اعتبارا من الخامس عشر من حزيران الجاري هذا وهبطت العقود الأجلة للنفط في التعاملات الأسيوية وسط تجاهل المستثمرين لإشارات على تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق انخفض خام القياس العالمي مزيج برانت في العقود الأجلة 65 سنة ليصل إلى 49 دولار و70 سنة موصلا الهبوط لليوم الرابع على التوالي فيما انخفض الخام الأمريكي بواقع 73 سنة أو ما يقرب من 1% ليصل إلى 48 دولار و13 سنة للبرميل في رابع يوم أيضا من الهبوط وفي الشأن الدولي والبداية من سوريا حيث طلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من نظيرها الروسي سيرجي لابروف باتصال هاتفي ليلة الماضية أن تستخدم موسكو نفودها للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد من أجل التقييد بوقف القتال وتمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماركا تونر في تسريح صحفي نكيري دعا لضرورة وقف الأعمال القتالية والخروقات التي يواصل النظام ارتكاب غالبيتها مضيفا أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا اقتراحات تتعلق بتعزيز اتفاق وقف الأعمال العدائية خصوصا في شمال غرب حلب هذا وأعلنت اللجنة المعنية بتقصي حقائق حول الهجمات الكيميائية في سوريا إحراز تقدم في بعض حالات التحقيق لكنها نفت صدور أي نتائج نهائية حتى الآن وجاء في التقدير الثاني المقدمة في مجلس الأمن بأن اللجنة المكلفة من قبل الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا التي أحرزت تقدما حيال الحالات التسعة متعهدة بتقديم تقريرها الجديدة في أب المقبل دون تحديد ما إذا سيكون نهائيا أو استنتاجيا في المقابل وجه المحققون دعاوى إلى الدول الأعضاء والجهات الإقليمية الفاعلة لتزويدهم بمعلومات سريعة كما دعو الحكومة السورية إلى تقديم إجابات على طلب المعلومات أو الوصول إليها هذا وجد الرئيس التركي رجل طيب أردوغان رفضه القاطع لإقامة أي كيان شمال سوريا يهدد أمن بلاده وقال أردوغان عقب مأدبة إفطار في المجمع الرئاسي بأنقرة أنه سيعارض بكل إمكانياته السياسية والدولوماسية والعسكرية تشكيل أي كيان مهما كان على حدود مع سوريا وأكد عظم بلاده مواصلة الحرب على الإرهاب داخل البلاد وخارجها كما تعهد بأن بلاده ستضرب الإرهابيين بيد من حديد حسب قوله كشفت صحيفة كريستيان سينس مونتيور الأمريكية عن إنشاء إيران مراكز لتجنيد مرتزقة أفغان للقتال في سوريا وقال تقرير للصحيفة الأمريكية صدر يوم الأحد الماضي إيران ضعفت جهودها الرامية إلى تجنيد مقتلين مرتزقة ترى بالترغيب وأخرى بالترهيب للقتال في سوريا موضح أن إيران أنشأت مركزا لهذا الغرض في مدينة هرات غرب أفغانستان الصيف الماضي وحسب أفغان تحدثوا إلى الصحيفة فأن تغلق الإيران في هرات زاد مؤخرا ضمن مساعيها لتجنيد مواطنين محليين للقتال بجانب قوات بشار الأسف ضد فصائل المعارضة المسلحة يبحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ود الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية في الكويت ألي التشكيل وعمل اللجنة العسكرية والأمنية وطريقة اختيار أعضائها وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله من هذه المرحلة تختلف عن السابقة فالجميع بدأ يتحدث عن أفكار وأراء ومبادرات تسهم في تحريك الأجواء والوصول إلى التوافق المطلوبة مؤكدا أنه يلتمس استعداد كل الأطراف اليمنية للوصول إلى حل ودخلت مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية شهرها الثاني دون التوصل إلى نتائج ملموسة خاصة فيما يتعلق بملفة الأسرة والمعتقلين أعلنت القيادة العامة لقوات المسلحة الإماراتية سقوط مروحية عسكرية ضمن قواتها المشاركة في قوات التحالف العربي ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعدة وذلك بعد يوم من سقوط مروحية أخرى ومقتل طاقمها ولم تحدد قوات المسلحة الإماراتية طراز المروحية ولا ظروف تحطمها في مكان واكتفت في بيان شراثة وكالة الأنباء الرسمية بالقول أن الطيار ومساعدة قتلا لكن شهود عيان قالوا أن الحادث وقع في مدينة عدن وكانت مروحية عسكرية إماراتية أخرى سقطت أول أمس الأحد أثناء رحلة روتينية فوق المياه الدولية ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من طيار ومساعد فازت إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجانة الدائمة السد للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 49 وتسعمائة وألف مصادر دبلوماسية أكدت أن أربعة دول عربية على الأقل صوتت لصالح إسرائيل في الوصول إلى رئاسة اللجنة القانونية فيما اعترض رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة على النتائج وأكد أن إسرائيل أكبر منتهك لقانون الدولي والجمعية العامة وستة لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا نزع الصلاح والقضايا الاقتصادية والمالية وحقوق الإنسان وإنهاء الاستعمار وميزانية الأمم المتحدة والشؤون القانونية إلى ذلك مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا وتجيعها على إعادة تأسيس وجود دائمة في ليبيا وعندما تسمح الظروف الأمنية بذلك وقرر المجلس تبني القرار الذي تولت بريتانيا صياغته وتضمن قيام البعثة بمهام إضافية مثل مراقبة حقوق الإنسان والإبلاق عن الخروقات ودعم عملية ضبط الأسلحة غير الخاضعة للرقابة والمعدات لا تصلة ومكافحة انتشارها ودعم المؤسسات الليبية الرئيسة هذا وقال مدير مكتب تحقيقات الفيدرالي الأمريكي جيمس كوميين منفذ هجوم أورلاندو ردد عبارات تضامن مع داعش قبل تنفيذ هجومه مشيرا لأنه كان يدعي صلته بحزب الله ليس لدينا أي معطيات تشير إلى أن هذا الهجوم خطط له من خارج الولايات المتحدة وليس لدينا أي أدلة على انتماء المنفذ لأي جماعة ولم يتضح لدينا فعليا ما هي المنظمة الإرهابية التي يؤيدها عمر متين هو أعلن عند تنفيذ الهجوم عن انتمائه لداعش الجاني اتصل بالشرطة ليبلغهم أنه سينفذ هذا العمل من أجل زعيم داعش لكنه قال كذلك أنه سينفذه من أجل جبهة النصرة في فترة من حياته قال إن عائلته على صلة بالقاعدة وعاد وذكر أنه عضو في حزب الله كذلك العدو اللدود لداعش هذا وكان وزير الخارجي الأمريكي جوند كيري قد آرب عن حزنه العميقة تجاه ضحايا هجوم أورلاندا في فلوريدا قال إن مأساوية الهجوم لا تعني توجيه أصابع الاتهام إلى دين معين أسوأ ما يمكننا فعله هو توجيه أصابع الاتهام إلى مجموعة أو طائفة أو ديانة معينة هذه ليست المبادئ التي نشأنا عليها في الولايات المتحدة ما نحتاجه هو أن نجمع الناس ونوحدهم وأن نعمل معا لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية وأعمال الكراهية هذا وندذت هيلاري كلونتون المرشحة الديمقراطية لرئاسة الأمريكية بدور كل من الصعودية وقطر والكويت في التمويل العالمي لإدلاجية التطرف وذلك عقب اعتداء أولندا وقالت كلونتون في خطاب تابع لولاية أوهيو نهوحان الوقت لمنع السعوديين والقطريين والكويتيين وأخرون مواطنيهم من تمويل منظمات متطرفة كما طالبت الدول الثلاثة بالكافة عن دعم مدارس ومساجد متطرفة دفعت بعدد كبير من الشبان على طريق التطرف في العالم ودفعت جريمة كلونتون إلى أن تعلن في خطابها عن خطتها لمكافعة التهديد التطرف ليس فقط في الخارج بل أيضا في الداخل استقرار الأوضاع الأمنية داخل كاركوك دفع العائلات إلى الخروج بعد الإفطار إلى الأماكن الترفيهية والحدائق العامة لقضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء حيث تشهد المحافظة حالة من التعايش السلمي بين مكونات المدينة إضافة نوعا من الطمانينة والسعادة في نفوس الأهالي ما أن ينتهي وقت الإفطار حتى يتحول ليل كاركوك إلى نهار من حيث حركة المواطنين وخروج العوائل إلى الأماكن العامة والمتنزهات التي تستمر لساعات متأخرة من الليل إذ تستثمر تلك العوائل الأجواء الرمضانية الليلية لتعوض ساعات الصيام الطويلة كل هذا يأتي في ظل تحسن واستقرار أمني أعطت الآمال بمستقبل أفضل لهذه المدينة نستمتع رمضان حلو إن شاء الله هالنار ما يبقى بهذه البلد وكل دول عربية هالنار إن شاء الله نخلص من عنده والوضع الأمني إن شاء الله يكون حلو نتمنى هذا الشيء صار لأربع سنوات ما فايت يعني حمله وشكري يعني جيد مستقر وحلو يعني يعني بالرمضان أجواء عالم يطلعوا إيسار وشغلة الحمد لله يعني كل شيء حل يعني الإلفة والمحبة التي تجمع كافة مكونات وشرائح مدينة كاركوك أضافت حالة من السعادة والطمأنينة في نفوس أهلها وهم يقضون أوقات ممتعة ومفعمة بالطيبة والأخاء في شوارع وحدائق مدينتهم بليل رمضان أكت عايش سلمي هنا ناسا مثقفين ومتفقين بيناتهم يعني عرب وأكراد وتركمان الحمد لله تعرف يعني أجواء رمضان واحد بالنهار يعني ما يقدر يطلعوا شوية جوحار فنطلع يعني بعد الإفطار شوية نفع عن نفسنا ونأخذ العائلة ويانا الحمد لله أجواء حلوة وأمانة الله يذيم الأمان إن شاء الله كنا عيد وحدة وإسلام شيعة والسنة وكراد وتركمان وكنا إن شاء الله عيد وحدة أنت شنو مثلا أستاذ؟ أنا؟ أنا عربية من بغدار كردي زوجة كردي كردي يعني هذا التلاح ومتأخي بين العراقيين؟ والله هاي اللي يعني الحمد لله والشكر بس أكو ناسي خربون وغا وإن شاء الله ما ينجحون جميلة هي أجواء رمضان هنا والأجمن منها صورة التعايش السلمي التي تتميز بها هذه المدينة من المتأخية كاركوك حمزة السعداوي قناة المدى إذن نهاية النشرة تذكر بأهم ما جاء فيها من عنوين القوات الأمنية تحرر منطقة الشقق السكنية وسدت الفلوجة من سيطرة داعش وتواصل تقدمها بحذر باتجاه مركز المدينة العباد يشكل لجنتين لحماية نازحية الفلوجة والتحقيق بشأن الانتهاكات والجبور يطعون لمراعاة حقوق الإنسان في عملية تحرير المدينة حكومة بغداد تعتزم إقرار مسودة تشريع رسوم الخدمة على أصحاب المولدات الأهلية والموانئ تؤجل العمل بتعرفة العوائد إلى نهاية حزيران الحدائق والمتنزهات قبلة لعائلات الكاركوكية بعد ساعات الصيام وجلسة شبابية تعزز وحدة وتلاحم مكونات المحافظة نشرة الأخبارية انتهت شكرا لكم طيب المتابعة وإلى نقاط